مهما فعلت إسرائيل من قبل الأبرياء من الشعب الفلسطيني كما نشهده هذيا على شاشات التلفزيون وعبر الإنترنت بقصف المباني وقبل العائلات الفلسطينية وبالرغم من المساعدات الكبيرة التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية لهذا الجيش فإنه أصبح موضوع سخرية وزيفا على الرغم من ادعائه بأن أطوى جيش في العالم عند مواجهة مجموعة من المقاتلين الفلسطينيين الذين استطاعوا تصنيع بعض الأسلحة بالمقارنة مع جيش مجهز بالأسلحة الأمريكية المتقدمة والجيبنولوجيا لفتطر على صورة هذا الجيش وفي الحقيقة إنه ليس إننا جيش من ورق المشكلة هي أن إسرائيل لم تتعلم صابقا ولن تتعلم